السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في قناتي شيوات أم إنصاف كانتمنى تكونوا بخيروا في أحسن الأحوال معكم فارح في فيديو جديد وصفة جديدة وصفة اليوم تحلية أركجي رائعة والديدة بزاف مكونات ساهلين وبساطين وفي متناول الجميع كانتمنى الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم أنها تنال إعجاب ديالكم وما تنسوش إلا جربتوها تخليوا لي رأيكم في التعليق وتشجعوني بلايك واشتراك في القناة إذا كنتم ما منزل ما بشتركينش وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد تبارتاجيوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم باش تعمل الفائدة ونقام معي لآخر فيديو باش تشوفوا المكونات والطريقة ديالها التحلية وفرجة ممتعة بسم الله أخواتي أول شيء غادي نحضروا الكغامل خديتنا الساتل مع الكبارين ديالسكر ساني دادرتون في كاسرونة غادي نحط الكاسرونة دياليا لنا تكون مهيلة حتى كي بدو يدوبو عندي هاد الحبيبات ديالسكر وتنتحصل على كراميل اللي تيكون لون ديالو ذهبي بهات شكلها دا كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نردو معاه البال باش مما يتحرقش سافي بعدما كي دوبو عندي دوك الحبيبات ديالسكر تنتحصل على كراميل بهات الشكل هدا كيف مما كاتشوفوا مباشرة تنوزعوا للكويسات ديالي اللي غادي نقدم فيهم بتحلية وغادي نخليهم على جنبه نمشي وباش نحضروا الكريمة بنسبة الكريمة أخواتي غادي نحتاج لها ننصف لتر من الحالي كاس عنبام الكريمة السائلة بدون سكر علبة واحدة ديال الفلون بنكهة الفانيلا بنسبة الفلون أخواتي بدون سكر غادي نحتاج أيضا ثلاثة المعالق كبارين من سكر ساندة والسكر تيبقى حسب الدق ديالكم جوج ملايق كبيرة من النشا وعلبة واحدة من الياغورت بنكهة الفانيلا هدو هم المكونات اللي غادي نحتاجوا لها التحلية غادي نمشيوا مباشرة للطريقة بنسبة للطريقة أخواتي فهي جيد سهلة غادي ناخد كاسرونة وغادي نوضع فيها الكريمة السائلة بنسبة الكريمة أخواتي لما كانتم توفر عندكم تقدروا تستغنوا عليها ولكن إلا كانت فغادي يكون أحسن بنسبة للدور ديال الكريمة تتعطينا واحد الماداق اللي رائع بزاف هالتحليات إلا لاحظوا يعني في التحليات اللي تنشارك معاكم كاملين ضروري كنضيف الكريمة الكريمة تتخطينا واحد الماداق رائع بزاف التحليات وأيضا تتخلينا القوام ديال التحليات كي يجي كريمي هنا بعدما كنضيف الحليب على الكريمة كنضيف السكر مع النجا وكنضيف ديال العلبة ديال الفلون بنكهة الفانيلا غادي نخلط المكونات ديالي مع بعضهم على هاتشكل هاد حتى كنساجموا مع بعضهم سيان ومباشرة غادي نوضع الكسرونة ديالي على نار اللي تكون مهيلة دائما مع التحليك المستمر حتى كتوجد عندنا هاد التحلية كنقاو كنحركو بهاتشكل هادا حتى كتبدأ كتعقد عندنا هاد الكريمة هادي دائما النار تكون مهيلة أخواتي كيكون هادا هو القوام ديال الكريمة اللي كنتحصلوا عليه في الآخر كيف مما كتشوفو ما تتكونش عقدة بزاف هنا بعد ما كنحيدوها من فوق النار كنضيف لي هاديك العلبة ديالي الآغورت فانيلا وكنخلط الكريمة ديالي مع هاديك العلبة ديالي الآغورت اللي ضفت حتى كنساجموا مع بعضهم بنسبة أخواتي لهاد المكونات اللي اعطيتكم فغادي تخرج لي ستا ديال الكووس بنسبة الكووس متوسطين يعني مصغارين شو ما كبارين ش بزاف إلا استعملتوا كويسات صغرين غادي تخرج ليكم حتى الثلث من ياء ديال الكووس وإلا استعملتوا كووس ديالي كبيرة غادي تخرج ليكم خمسة ديال الكووس سفي كيف مما كتشوفو بعد ما خلط الكريمة ديالي مع الياغورت هنا غادي نوزحهم على الكووس بهات شكل هادا وغادي ندخل كويسات ديالي للتلاجة حتى كتماسك لنا وكتبرد لنا مزيان هاد التحلية ومباشرة غادي نخرجوهم باش غادي ننزينوهم بنسبة لتزين أخواتي كيف مما كنت كرف جميع الفيديوهات ديالي التزين تبقى اختياري وحسب المتوفر وحسب الدوق ديالكم أنا إن شاء الله اليوم غادي نزين هاد التحلية ديالي بالموز أو لا بدوائر ديال الموز صراحة كان عندي غير الموز وزينت بيه هنتو ما تقدروا تزينو باي حاجة متوفر عندكم وحسب الدوق ديالكم صافي كيف مما كتشوفو غادي ننزين الكويسات ديالي كاملين بنفس الطريقة قطعت هاكي الموز دوائر لي تكون رقيقة وكنبدا كنزين بهم الكويسات ديالي صراحة هاد الشرائح أو لهاد دوائر ديال الموز تواتوا بزاف مع هاد التحلية جا المداق رائع بزاف كيف مما كتشوفو اخواتي بنسبة التزين فهو جيد مبسط سفي غادي نكمل الكويسات ديالي بنفس الطريقة كنزينهم بدوك الدوائر ديال الموز حتى كنكملهم كاملين بنفس الطريقة وهنا غادي نزينهم ايدا بخطوط ديال سلسة الكراميل بنسبة لهاد السلسة هادي غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف بنسبة للسلسة اخواتي فهي كانت عندي يعني موجودة في تلاجة دائما تنحضرها من قبل وتنخليها حتى الوقت ديال الاستعمال كنستعملها بزاف تحليات على هاتشكل هادا تنزين بها التحليات صراحة كتجي رائعة وسهلة بزاف اخواتي هاد السلسة ديال الكراميل تيجي المداق ديالها رائع رائع بزاف كنتمنى تجربوها وتنالي اعجاب ديالكم ايدا غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش تجربوها راه متعددة الاستعمال تقدروا تزينو بها الكيك ديالكم او للتحليات بها تشكل هادا كيف مما كتشوفو راه كتجي رائع رائع بزاف ان شاء الله غادي تعجبكم حتى نتومها وغادي تولي معتمدة عندكم هات السلسة ديال الكراميل دائما تنحضرها وكنديرها في واحد سوبيرا وتنحطها في تلاجة يعني تتبقى عندي مدة ما كتخسر متى شي حاجة تقريبا حتى الـ 15 اليوم وكتبقى في تلاجة حتى الوقت الاستعمال ديالها وكنستعمالها دائما جميع التحليات ديالي سفينا يا اخواتي غادي نزيل كويسات ديالي ايضا بالكوكا ومحمر اللي مهرمش على هات شكل هادا تعطينا واحد تقرمشة في هات التحلية صراحة كيجي رائع بزاف وكيجي مواتي ايضا مع هات التحلية هادي وان شاء الله غادي تشوفوا معايا هنا القوام ديال التحلية اللي جاركت معاكم اليومات يجي ادور القوام ديالها كيجي القوام كريمي وكيجي رائع بزاف وكيجي بنينة وكيجي الديدة في المعداقة ديالها كانت منها اخواتي اخواني انكم تجربوا هات التحلية هادي اللي شاركت معاكم اليومارا كيجي منعيشة وكيجي زوينة بزاف وكيف ملاحطوا رها اقتصادية وكتوجد في اخر لحظة ايضا المكونات ديالها رفموت انا والجامعيني محتاجيناش مكونات ليه كتير فقط مكونات سهلين ومبساطين اننا حضرنا استاد ديال الكووس كيف ممشتوا ديال التحلية وتيبقى هدا هو الشكل نهائي ديال التحلية اللي شاركت معاكم اليومار كيجي هدا هو الشكل نهائي ديالها رائع بزاف تقديم ليهو مبساط وسهل ايضا كنتمنى ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة وتشجعوني ايضا وتخليوا لي رأيكم في تعليق وتبرتاجوا الفيديو مع احبابكم ومصحاكم باش تعمل فائدة ونكبروا القناة ايضا وما تنسوش تدوزوا عندي الانستغرام غادي نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف وايضا انتظروني في القناة اولا في الصفحة الرئيسية ديالي على الفيسبوك ومن هنا غادي نودعكم ونخليكم في امان الله وإلى وصفة قادمة ان شاء الله وفيديو قادم ومنساش نشكركم على الوفاء ديالكم وعلى المساندة وعلى المتابعة طيبة ديالكم بلايكم ما كنت غادي ندير والو شكرا بزاف لكم وشكرا الناس اللي نضموا للقناة جدا دين حتى هما كان رحب بهم وكان نقول لكم شكرا لكم لطيقتكم فيا وكانت مننا الوصفات اللي تنشارك معكم ولي غادي تشوفوا معي ان شاء الله مننا القدامين للاعجاب ديالكم وغادي نخليكم الى اللقاء كنتم مع فرح من قناة شيوات ام انصاف